السائل يقول ما حكم صلاة الفاتح عند التجانية التي تعدل القرآن ستة ألف مرة وبالله التوفيق أولا الطريقة التجانية حكمة شنو ذاتها قبال صلاة الفاتح حكمة الانتماء لطريقة تجانية أو إلى غيرها من الطرق ده من التفرق في الدين هذا من التفرق والله تبارك وتعالى يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون أول حاجة نسأل من نلقى لك يا أخي قسم لنا الأمة الإسلامية إلى تجانية وإلى سمانية وإلى غيرها وغيرها وغيرها من نلقى لك قسم الأمة نحن كلنا مسلمين تبع النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام فأولا كون نعمل طريقة هذه مزمومة ما ممضوحة في الدين ولا تجوز اثنين هذه الطريقة مبنية على ماذا حتى لو قلنا خلاص سموها اسم معين اسم معين طيب ما في مشكلة في الاسم لكن مبنى الطريقة دي على شنو مبنية على طاعة الشيخ وعلى تعليمات الشيخ زعيمهم واللي هو اسمه أحمد التجاني واللي هو كاتب الكتاب بتاعهم اسمه جواهر المعاني كتاب موجود عندي جواهر المعاني وبلوغ الأماني وعنده كتاب اسمه الفتح الرباني في الكتاب ده قال شنو بس أديك مقولة واحدة يقول من زارني يوم الاثنين أو الجمعة دخل الجنة وإن كان كافرا رأيك شنو في الكلام ده كلام ده بجوز يعني من يزور الشيخ يوم الاثنين أو يوم الجمعة قال دخل الجنة ولو كان كافرا والعياذ بالله الكلام ده بجوز يا أخي نحن نقول لك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا يدخل النار صح ولا مصح عم أبو لهب رأى ولا م stood رأى أبو لهب وين تبت يدها أبي لهب وتب إلى قوله تعالى سيصرى نارا ذات لهب فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رآني دخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقط أبع عشان كده كون عندهم رؤية الشيخ تدخل الجنة هذه من أعظم المنكرات اتنين مسألة صلاة الفاتحة ومحل السؤال وختام السؤال يقولوا صلاة الفاتح اللي يبقلوا عندهم اللهم صلي على محمد الفاتح لما أغلغ ناصر الحق بالحق الهادي إلى الصلاة المستقيم والناصر لما سبغوا إلى آخره قالوا هذه الصلاة تعدل القرآن ستة ألف مرة الكلام ذا بصدقوا منه يا أخوان هل في كلام زي القرآن خليه يكون أفضل منه في كلام زي القرآن ربنا قال الله نزل أحسن الحديث أحسن الحديث كتابا متشابها مسانيا تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله القرآن ما في أحسن منه أبدا من الكلام أبدا ما في أحسن منه تمام فكون يقول صلاة الفاتح تعدل القرآن ستة ألف مرة وده موجود في كتابهم بالمناسبة يعني السائل اللي ذكر السؤال ده ما جابه من فراغ ده موجود في كتاب اسم جواهر المعاني وبلوغ الأماني الكتاب من مجلدين في المجلد الأول في الصفحة من مية اثنين وثلاثين لحد الصفحة مية خمسة وثلاثين الكتاب موجودة الآن في السوق الآن موجود أنا عندي نسخة منه يعني لو في زول قال لك لا لا الكلام ده ما قاعد يقوله ولا لا الكلام ده موجود في الكتاب فلا يجوز الانتمالة جانية ولا لا غير من الطرق إنما نحن جميعا يخواننا نحن تبع للنبي صلى الله عليه وسلم لا نفرق الأمة بمسميات ولا بطرق ولا بأحزاب ولا بغيرها إنما نتبع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام